أهلا بكم من جديد تتجه المفاوضات حول سوريا التي كانت مقررة في الخامس والعشرين من يناير نحو التأجيل فقد كشفت الأمم المتحدة أنها لن توجه دعوات لحضور المباحثات بين النظام السوري والمعارضة لحين اتفاق القوى الكبرى التي ترعى عملية السلام على ممثلي الفصائل المعارضة المقرر حضورهم يبدو أن الأيام القليلة الفاصلة عن اجتماع جنيف ثلاث تواجه عقبات هائلة أهمها تمثيل المعارضة ورفض موسكو وحلفائها قائمة الرياض التي تحددت في اجتماعات لقوى المعارضة في العاصمة السعودية حيث لفت السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إلى وجود خلافات كبيرة حول تشكيل وفد المعارضة بينما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه حين تصل الدول التي تقود عملية المجموعة الدولية لدعم سوريا إلى تفاهم لتحديد من توجه لهم دعوات من المعارضة ستواصل الأمم المتحدة توجيه دعوات داعية القوى الكبرى إلى الاتفاق سريعا على تشكيل وفد المعارضة السورية إلى محادثات السلام المرتقبة أواخر الشهر الجاري في جنيف وذلك لتجنب تأخير بدئها وبحسب خريطة الطريق التي اتفق عليها في فيينا في نوفمبر الماضي بمشاركة 17 دولة فإن العملية السياسية ستبدأ بالاتفاق على وقف إطلاق النار ثم تشكيل حكومة انتقالية تليها انتخابات رئاسية ومن العقبات الأخرى التي تواجه جنيف ثلاث هي أن أكثر الغارات الروسية هي ضد أهداف تابعة للمعارضة السورية ولا تستهدف داعش وبحسب سفير بريطانيا في الأمم المتحدة فإن الغارات الروسية تضعف محادثات السلام وتقوي النظام لافتا إلى أن داعش يستغل الفوضى في سوريا وكان وسيط الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا قد قدم عرضا للاستعدادات لمحادثات جنيف لأعضاء مجلس الأمن معربا عن أمله في أن يتخذ طرفان نزاع إجراءات حسنينية ووضع حد لتجويع وقصف السوريين مؤكدا أن بشار الأسد مسؤول عن قتل آلاف السوريين وتشريد الملايين من سوريا إذ تهدف هذه التحركات الدولية على حد تعبير ديمستورا إلى تحرير سوريا من جميع القوى الأجنبية المنتشرة على أراضيها بما في ذلك الروسية منها والإيرانية شاهدين للحديث أكثر حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب من إسطنبول بالأستاذ سمير نشار وهو رئيس الأمان العامة لإعلان دمشق وعضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أهلا ومرحبا بك سيد سمير سيد سمير يعني بداية هل نتجه إلى تأجيل المفاوضات مجددا بين المعارضة والنظام وما السبب في هذا التأجيل ربما هذا سيتوقف على الاجتماع الذي سوف يعقد غدا بين وزير خارجي الروسي لافروف والوزير الخارجي الأمريكي كيري روسيا تحاول وبإصرار فرض شروط تعجيزية على وفد المعارضة الذي أنتجه مؤتمر الرياض وذلك بفرض أسماء بعض الشخصيات التي لم تشارك في مؤتمر الرياض والتي هي محسوبة أقرب إلى النظام منها إلى المعارضة رفض الهيئة العليا لإدارة المفاوضات أبلغ السيد ديمستورا أن هذه الأسماء غير مقبولة بالنسبة لوفد الهيئة العليا التي انبسقت عن مؤتمر الرياض وبالتالي إذا أصرت روسيا على فرض هذه الأسماء يعني أن المؤتمر سوف يؤجل المفاوضات المرتقبة في 25 جنيف إذا أزالت روسيا هذا الشرط عليها أيضا أن تنفذ في إجراءات حزن النية بالتنسيق مع النظام وقف القصف ووقف الحصار للمدن والبلدات المحاصرة خاصة في غوط الدمشق والتي تعتبر مدينة مضايا نموذجا للمجاعة التي تحصل عليها في البلدات السورية سواء كان ليس فقط في مضايا الزبداني وادي بردة بؤين معظمية الشام دارية التل كل هذه البلدات محاصرة حصار لا أخلاقي لا إنساني من قبل النظام السوري يعتمد سياسة التجويع مقابل تركيع السكان الذين خرجوا في السورة ومطالبين بالحرية وبالكرامة وبإسقاط النظام السوري إلى أي درجة هذا ما يحصل على الأرض دوما خصوصا من سياسة التجويع والقصف الروسي المستمر والدائم على المدن السورية إلى أي درجة يؤخر أي مفاوضات من المزمع أن تعقد؟ هذه الرسالة تبلغ سيد ديمستورا الوسيط الدولي من السيد الدكتور رياض حجاب في الاجتماع الذي جرى منذ أسبوع في مدينة الرياض بحضور أعضاء الهيئة العليا لإدارة المفاوضات طلب سيد الدكتور رياض حجاب من السيد ديمستورا وبحضور جميع أعضاء هيئة العليا لإدارة المفاوضات وقف القصف كما نصت المادة 12 و13 من القرار 2254 وهو قرار مجلس الأمن الذي بمجبه يلتأم مفاوضات جينيف لوقف الحصار تنفيذا كأجراء حسنية تنفيذا لهذا القرار كما نص عليها القرار الدولي وهذه ليست موضوع مفاوضات لا يمكن للسوريين وللمعارضة أن تذهب إلى مفاوضات جينيف للمفاوضات على إدخال حليب الأطفال أو إدخال المواد الغذائية للسكان السوريين الذين يمارس عليهم النظام السوري وميليشيات حزب الله عمليات تجويع وحصار ليس له مثيل في القرن الحادي والعشرين هذه إجراءات يجب أن يقوم بها النظام السوري وميليشيات حزب الله وبالتالي هذه الرسالة مبلغة إلى سيد ديمستورا الذي عليه أن يبلغها للروس والقوى الدولية الأخرى سيد سمير هناك من يقول أن الأسد يحاول بدائما إفشال هذه المفاوضات أن تتم في وقتها كسب المزيد من المساحات على الأرض تكثيف الضربات وكسب مساحات على الأرض لكي يشكل ورقة ضغط على الثوار ولكي يكون هناك ورقة ضغط بيده على الثوار في هذه المفاوضات وما حصل في مضايا أيضا كان في هذا السياق ما تعليقك على هذا القول؟ هذا صحيح هناك معارك دائرة حاليا حقق بعض التقدم قوات النظام السوري سواء كان في الريف الشمالي للدئية أو في الريف الجنوبي في حلب أو في درعة في الجنوب في الشيخ مسكين لكن المعارك دائرة والأخبار الواردة حديثة من الساحل السوار سوف يردون على أعقابهم قوات الأسد والميليشيات الشيعية وسوف نسمع أخبارا طيبة بإذن الله في الساعات القادمة السوار في معركة رس الصفوف في شمال اللازقية يحققون إنجازات وتقدم كبير سوف كما ذكرت نسمع أخبار طيبة وسوف تخيب آمال بشار الأسد ومن خلفه روسيا وميليشيات حزب الله في أن يحقق تقدم قبل المفاوضات المتوقعة الذي هو فعلا يبني آمال بتحقيق إنجازات على الأرض إنجازات عسكرية لإضعاف موقف المعارضة في المحادثات المتوقعة شكرا جزيلا لك سيد سمير شكرا جزيلا لك كنت معنا من إسطنبول عبر الأخمار الصناعية الأستاذ سمير نشار عضو الإتلاف السوري شكرا لك شكرا لك